اشتركوا في القناة الكريمة التي جاء القرآن ينزلها على العقول والقلوب لأجل أن تستبصر لأجل أن ترى الحق حقا وتتبعه في حياتها وتدرك ضعف ذلك الباطل الذي قد تسير في بعض الأحيان وراءه دون تعقل أو حكمة وتواصل الآيات العظيمة في ذاك الربط الواضح بين آيات الكون والإيمان بالله سبحانه ذاك أنه من أعظم الوسائل التي تقود الإنسان إلى الحكمة والتبصر والسدراك ما فات التأمل والتدبر في آيات الكون المبثوثة مبثوثة لكل أحد قال ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير وتدبروا معي في إطلاق البصر إطلاق البصر ولفت النظر والعقل والفكر إلى ظاهرة متعاقبة في الإنسان يراها ليل نهار في واقع الإنسان في حياته يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل تعاقب الليل والنهار تسخير الشمس والقمر لكم للانتفاع به كل يجري إلى أجل مسمى ألا يقود كذلك إلى إدراك أنك أنت كذلك في ليلك ونهارك حياتك صيفك وشتائك يوما بعد يوم تجري إلى أجلك المسمى كل ما في الكون يجري إلى أجل مسمى وأنت كذلك تجري إلى أجل مسمى وتدبروا الربط قال وأن الله بما تعملون خبير قلنا أن واحد من أعظم مقاصد هذه السورة المباركة بناء مراقبة الله سبحانه في النفس ذاك أن هذه المراقبة هي التي تثمر الإحسان مرتبة الإحسان العظيمة هي التي تثمر الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا في جوانب في أعمال للقلوب والعقول لا بد للإنسان أن يتعرض لها حتى يدرك كيف يصل إلى هذه النعم العظيمة من نعم الله سبحانه قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق ما تراه من آيات مبثوثة في الكون لا بد أنك تستوعب من خلالها وتصل إلى الحقيقة أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إذن كيف غابت عنهم الحقيقة وما أدركوا أن الله سبحانه هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ما في تبصر كل مرون عليها وهم معرضون لا تحدث في أنفسهم انفعال ولا في عقولهم تفكر ولا في حياتهم تدبر وما يؤسف لا أن كثيرا من المسلمين اليوم في واقعنا لا يتفكرون ولا يتدبرون ولا يتأملون في خلق السماوات والأرض وهذه اشكالية خطيرة لأن الإيمان في القلوب بحاجة إلى التجديد ولا شيء يجدده كالتدبر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض قال وأن الله هو العلي الكبير الله سبحانه وتعالى بعلوه جل شأنه بما يليق به سبحانه كبير صفاته العظيمة تدبروا معي كم صفة من صفات الله عز وجل وأسمائه ذكرت في هذه السورة العظيمة كل هذه الأسماء والصفات تركز وتبني في الإنسان الإيمان بأسماء الله وصفاته استحضار مراقبة الله عز وجل الله علي كبير كيف لا تدرك أنه الحق كيف لا تراقبه وهو العلي الكبير كيف لا تراقبه في نفسك وسرك وعلى نيتك وأنت تعلم أنه بما تعملون خبير قال ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور من الأرض والسماء والليل والنعر إلى الفلك فلك تجري في البحر ولكن بأي شيء من خلال مقدرتكم أنتم بقدراتكم هذه الريح التي تسير الفلك من الذي أرسلها لو شاء لجعلها راكدة ولظللنا رواكدة على ظهره ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيرى بنعمته ليبين للإنسان ويحظ الإنسان على التبصر في نعم الله المبثوث في الأرض قال ليريكم من آياته هذه آية من آيات الله سبحانه تركبون فيها وتصنعونها وتستعملونها ولا تحرك فيكم دواع الإيمان بالله سبحانه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الصبر والشكر حاضر بقوة في سورة لقمان أعظم العبادات التي لا يقوم بها إلا من آتاه الله الحكم الصبر يحتاج لحكم على سبيل المثال صبر الإنسان على قدر يسوءه إنسان إذا ما كان لديه حكمة وإيمان بالله عز وجل يطيش عقله عند وقوع الصدمة والمصيبة لكن الإنسان الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى الإيمان والحكمة سيدرك أن القدر والمصيبة إذا حلت وصارت وانتهى الموضوع لا يمكن أن يعيدها أو يرجعها أي أحد فإذا من الحكمة أنك لا تجزع وإنما تصبر وتحتسب شدة الجزع والهلع والصخط على قدر الله عز وجل إذا أصاب الإنسان مصيبة لن يغير منها شيء لن يرفعها لن يعيد من مات لن يصحح من وقع أو انكسر أو حصل له مشكلة من الحكمة أن تصبر ومن الحكمة أن تشكر والذي يجعلك تصبر وتشكر أن تؤمن بالله والذي يسوقك إلى الإيمان التدبر في آيات الله قال وإذا غشيهم موج كالظلل هذه الإشكالية الحاضرة في سورة الروم ربي عز وجل أتى بها في نهايات السورة دعوا الله منيبين إليه إنسان لما يأتي عليه الضر إذا مس الناس ضر دعوا الله منيبين إليه هؤلاء غشيهم موج كالظلل ضاقت عليهم الآن الأمور شعروا بالمحنة والشدة في الموقف الصعب الشديد شعروا أن لا ملجأ لهم من الله إلا إليه ولا أحد يتمكن ويستطيع أن ينقذهم إلا الله النتيجة دعوا الله مخلصين له الدين لماذا لا تدعوه مخلصين له الدين في الرخاء لماذا لا تتعرف على الله في الرخاء لماذا لا تعرفه إلا في الشدة كشف عن الإنسان الكافر ضعفه وعجزه وشلل حركته ولكنه يكابر ويعاند قال فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور هذا جحود نكران لآيات الله لقدرة الله سبحانه وتعالى أنت في ساعة الضعف يظهر لك نداء الفطرة الفطرة التي طمست بالكفر والجحود والبعد عن الله سبحانه تدبروا في الحكمة هنا يعلموا الحكمة من الحكمة أن تستحضر حالك وقت الشدة حين تكون في الرخاء فإذا أنت كنت لا تستطيع بدون الله سبحانه ورحمته بالشدة كيف إذن تدعو غيره ولذلك يقال أن أحد المشركين ذكر في بعض الروايات ذكر أنه صفوان بن أمي ذكرت الروايات أنه فر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة كانت الأمور مختلطة على بعض الناس فركبوا البحر فلما ركبوا في البحر أيضا صابهم الموج وخافوا والشدة فاجتمع القوم وقالوا يا قوم ما لكم إلا أن تدعوا الله مخلصين له الدين في الشدة وظل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله فالرجل تبصر فكر قال إذا كنت في الشدة لا أدعو إلا إلي وأوقن أنه لن ينجيني إلا هو كيف لا أدعوه فرخة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الحكمة التعقل التبصر أنت إذا كنت تدرك أنه ليس لك ملجأ من الله إلا إلي كيف تشرك به ولذلك قال وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور سان مكابر معاند جاحد والمعاند والجاحد والمختار هذا والذي يتبختر على الناس بتكبره وجبروته هل له من الحكمة شيء؟ إطلاقا لو عرف حقيقة نفسه لأدرك أنه لن يس له من الأمر شيء لكن من غياب الحكمة عن الواقع أن الإنسان يصبح جاحدا كافرا ناكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى غير مدرك لها من هنا جاء الخطاب للناس وهي دلالة على عالمية القرآن العظيم وعالمية هذه الرسالة التي أراد الله أن تصل لكل الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم بعد كل هذه الآيات العظيمة الحكمة تدلك على التقوى حكمة من قال وصينا الإنسان بوالدي والآن يقول سبحانه لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا في ذلك اليوم كل أشكال القرابات والمنافع لا تتلاشى لأن الإنسان من شدة وهول الموقف عاد يدرك ما عاد يدرك إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتغمد الإنسان برحمة فلا يجزي أحد عن أحد العمل فقط العمل لماذا جاء بالسياق لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا هو قال ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وان وقال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به أن فلا تطعهما وبالتالي كل إنسان في حياتك أم أب ابن زوج صديق قريب بعيد حاكم رئيس مسؤول إياك أن تسمح له أن يقف بينك وبين الله سبحانه وتعالى بمعنى آخر إياك أن تسمح له أن يحول بينك وبين طاعة أمر الله في حياتك لا تسمح لأحد مهما بلغت مكانته ومهما بلغت منزلته في قلبك لماذا؟ لأنه لا يجزي والد عن ولده ولا مولد هو جاز عن والده شيئا يوم لا أحد يجزي عن أحد كل نفس بما كسبت رهينا وبالتالي لا تقبل أي شكل من أشكال التباعية لأحد دون اتباع منهج الحق وتدبروا في الربط مع الآية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بلنا اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا آباءكم لن يغنوا عنكم شيئا هذا التقليد الأعمى والتمسك بموروث الآباء وهو باطل وتبين لكم الحق لن يغني عنكم من الله شيئا إن وعد الله حق تدبروا كم مرة ذكرت قضية إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور حياة الدنيا من طبيعتها أنها تغر والغرر الغرور يتداخل مع معاني الغرر فيها شيء من التضليل إنك ترى شيئا وهو في حقيقته في الداخل شيء ثاني أنت ترى أن الدنيا كبيرة مستمرة لا تنقطع طويلة راكدة ساكنة لا تغير فيها كل الأمور مستقرة فيها أنت غلطان لا تغرنكم الحياة الدنيا استقرارها لا يدوم ونعيمها ينقطع وشبابها لا يدوم والصحة فيها لا تدوم والوقت فيها ينقضي ويقطع العمر كالسيف تماما فلا تغرنكم الحياة الدنيا بمعنى آخر أعرف حقيقة الدنيا حتى لا تغتر بها حتى لا تختلط عليك الرؤية وتضللك وتشوش عليك رؤية الحقاق وفي نفس الوقت ولا يغرنكم بالله الغرور بمعنى آخر لا تغتر وترى أن نعمة الله سبحانه وإمهال الله عز وجل البشر وإمدادهم بالنعم على معصيته لا تظن أن الله غافل عن ما يعمل الظالمون لا الله سبحانه وتعالى يمهل ويمد الإنسان على معصيته ويعطيه ولكن عليك دوما أن تعمل ألف حساب وأن تتقي ربك وأن تخشى ذلك اليوم إن بطشى ربك لا شديد إنه هو يبدئ ويعيد تدبروا كيف القرآن يكشف في نهاية سورة لقمان عن ما يمكن أن يؤدي بك إلى الحكمة وعلى فكرة تلازم واضح بين إدراك الإنسان لحقيقة الدنيا وبين الوصول إلى الحكمة أنت كلما أدركت حقيقة الدنيا وما هي فيه وطبيعة هذه الدنيا كلما ازدت حكمة وكلما غصت في بحور هذه الدنيا وابتغرتك وأخذتك وابتعدت بك عن الحقائق كلما ابتعدت عن منطق الحكمة فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن الله عنده علم الساعة كل ما تبحث عنه ليس عند أحد عند الله وحده عنده علم الساعة الساعة لا أحد يعلمها إلا الله متى تقوم كيف تقوم كم مرة سألوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها ولكن واقع الأمر لا يعلمها إلا الله سبحانه إن الله عنده علم الساعة ولذلك حين سئل عليه الصلاة وسمت الساعة قال ما أعددت لها السؤال الأول غير مشروع لأن ليس لدي جواب عليه ولكن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه على نفسك ماذا أعددت للساعة هذا السؤال والإنسان حين يموت تقوم قيامته والأجل لا يعلمه إلا الله فلم تسأل عن الساعة بعض الناس من المسلمين اليوم يسأل 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 عن أشراط الساعة والفتن ومتى تقومه والكبرى والصغرى والعلامات وكذا لا بأس إذا كان ذاك العلم والدخول في تفاصيله يقربك إلى الله سبحانه ويعينك في الاستعداد للساعة ولكن إذا كنت فقط تريد أن تتعرف على الأشياء دون أن تزداد عزما وتتعلم صبرا وتزداد أمرا بالمعروف وانهيا عن المنكر وإعدادا للآخرة فما أغنى عنك ذاك العلم علم الساعة وينزل الغيث ما تحتاجون إلي الغيث لا أحد ينزله إلا الله سبحانه تدبر في دقة علم الله سبحانه ولطفه هذه الأشياء لا يعلمها أحد بس الله سبحانه ويعلم ما في الأرحم وعلى فكرة ما في الأرحم لا يعني جنس الجنين ذكر ولا أنثى بعض المسلمين يقول لك اليوم العلم أصبح يعرف يستطع من خلال سونار وما شابه أن يعرف المسألة لسى الجنس هذا جزء من معرفة ما في الأرحم ولكن ما تغيظ الأرحم وما تزداد والتفاصيل والدقة والجينات والدم وكل التفاصيل هل يستطيع العلم أن يحيط بها بدقائقها إطلاقا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ماذا تكسب غدا من عمل من مواقف تمر بك من أحداث من أقدار أنت لا تعرف حتى الساعة التي أنت تعيشها الآن ماذا تكسب غدا ما تعرف طيب إذا كنت ما تعرف ماذا تكسب غدا ماذا عليك أن تفعل أن تشتغل بالغيب بما غاب عنك بعض الناس اليوم يشتغل يقرأ فنجان ويقرأ طالع ويقرأ كف ويقرأ كل شيء أنت حتى لو تعرف ما في الغد ولا أحد لا يمكن لأحد أن يعرف ما في الغد إلا الله سبحانه ولكن أنت حاضرك ماذا فعلت به حتى تسأل عن غدك ما لك وللغد أنت لك اليوم الذي تعيش فيه قال وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير تدبر كم مرة في سورة لقمان ذكر الخبير بناء مراقبة الله في النفس ما تدري نفس بأي أرض تموت أل تدري؟ ما تدري طيب إذا كانت كل هذه المفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم أكثر من هذا إذن لماذا تشتغل بما لا تعلم؟ لماذا تشتغل بكل هذه الأشياء وهذه التفاصيل؟ وتدبر كيف القرآن يعلمك الحكمة هنا؟ كيف يعلمك الحكمة؟ الإنسان لمن يكون قليل الحكمة أو منعدم الحكمة يخوض في أسألة لا ينبني عليها عمل فأنت إذا رأيت من الناس ومن المسلمين اليوم من يخوض في أحاديث لا يبنى عليها عمل ويسأل أسئلة ولا يبنى عليها عمل وليس من ورائها حكمة أعلم أن هذا الإنسان قد خلى عقله من الحكمة وخلى قلبه من اللقين بالله سبحانه تدبر كيف القرآن يعلمك بمعنى آخر أنه من الحكمة أن تسأل عما ينفعك وتدع ما لا ينفعك معرفة هذا الشيء أو الجهل به أنت ماذا ينفعك إن علمت أين ستموت ماذا ينفعك هل سينفعك ماذا ستفعل إذا علمت تمتنى عن السفر تمتنى عن العمل هذه الأشياء التي أخفاها الله وأخفى عنا العلم بها إنما لحكمته ورحمته سبحانه إن الله عليم خبير تدبروا في نهاية الآية عليم بكل هذا خبير بكم وبقدراتكم وبما لا تطيقون أن تتحملوا معرفة هذه الأشياء لن تزيدكم إيمانا ولا توحيدا ولا قربا إلى الله سبحانه وتعالى ولن تجعل حياتكم وأوقات الإنسان أكثر ولا أكثر سعادة ولا أكثر استقرار والآن تدبروا في حياة كثير من الناس كيف أنهك نفسه أنهك نفسه وأنهك أمواله وأنفق أمواله الطائلة لمعرفة أي شيء لمعرفة الأبراج والطالع وماذا سيحدث في السنة القادمة وفي الشهر القادم وقرأ برجك وقرأ يومك وقرأ حظك هل هذا يدل على الحكم إطلاقا يدل على سفاهة العقل هذه من لهو الحديث من سفاهة العقل هذه لأنها لن تغني عنك شيئا وبالعكس بعض الأشخاص حتى ولو ادعى أنها لا تؤثر عليه نفسيا يتأثر اليوم سترى موقفا صعبا واليوم ستفارق معرف من وكلام فارغ لا طائلة من ورائه انظر ماذا جرى للعالم نحن قلنا أن سورة لقمان كشفت لنا عن داء أصاب البشرية في مقتل اليوم غياب الحكمة وهذا واقع وواحد من أعراض غياب الحكمة أن ينشغل الخلق بما أخفاه الله عنهم كما كان ينشغل هؤلاء القوم يأتون إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ومنهم يهود ويسألونه عن الروح ويسألونه عن الساعة ويسألونه عن هذه الأمور التي لا ينبغي السؤال عنها طيب أنتم لديكم إجابات على كل شيء في كتاب الله ونبتموها وراءكم ظهرية وتأتون لتسألوا عن أشياء لا ينبغي أصلا أن يسأل عنها ولن ينفعكم العلم بها تدبروا كيف القرآن في سورة لقمان يعلم الحكمة بالآية والكلمة هذه المعاني العظيمة في السورة وتدبروا في الربط بين أول السورة قال ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين إن الله عنده علم الساعة هذه آيات الكتاب الحكيم الذي يعلمك الحكمة الذي يعلمك أن تسير في طريق حياتك بحكمة يعلمك أن تتعلم بحكمة يعلمك أن تقرأ بحكمة يعلمك أن تدعو إلى الله بحكمة يعلمك أن تباشر واقعك وحياتك بحكمة يعلمك أن تواجه ما يأتي عليك ولك من أقدار بحكمة اصبر على ما أصابك يعلمك أن تواجه الفساد الذي في حياتك وفي مجتمعك بالحكمة آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا تبتعد عنك الحكمة أبدا ولا تفارقك تدبروا في آيات القرآن وهدى ورحمة للمحسنين لمن المحسنين؟ هؤلاء من المحسنين اتقوا ربهم ويخشون الله سبحانه واليوم الذي يلقونه فيه ويعلمون أن وعد الله حق ولم يغتروا بالحياة الدنيا ويقنون بأن الله عنده علم الساعة تدبر في بداية الآيات قال وهم بالآخرة هم يوقنون وكذلك يوقنون بهذه المفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله إن الله عنده وليس عند أحد سواه ليس عند أحد سواه ولو كان نبيا مرسل هذه المعاني العظيمة التي يعززها القرآن في سورة الأقمان العظيمة حتى يعلم الإنسان كيف يمشي في الحياة بحكمة كيف يصل إلى مرتبة الإحسان بحكمة كيف يصل إلى أمر الله وينفذه في واقعه بحكمة وتدبر في الربط بين آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وبدايات سورة السجدة ألف لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترح بل هو الحق من ربك هذا الذي يكذبون به ويقولون عنه أنه مفترى الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون هذا الذي ينبغي أن يتعلموا الله عنده علم الساعة وهو الحق من ربك وهو لا ريب فيه من رب العالمين وتنزيل هذا الكتاب إذن الذي ينبغي أن تجغل به هذا الكتاب الذي أنزله عليك الذي هو لا ريب أنه من رب العالمين وتدبروا في التناسب وجه آخر للتناسب إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علم الخبير ألف لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين من هو رب العالمين سبحانه جل شأنه اللي عنده علم الساعة اللي يعلم الغيث اللي يدري ماذا تكسب النفس غدا اللي يدري بأي أرض تموت تدبر في المعاني فإذا كان الرب الذي عنده علم الساعة وعنده كل مفاتح الغيب ولا يعلمها إلا هو ألا تتبع الكتاب الذي نزله الذي هو تنزيل من رب العالمين أتتبع وتسير على منهجي من ليس لديه علم بشيء أم تتبع منهج الذي يعلم ولديه كل ما لا يعلمه الناس العليم الخبير الذي يعلم ما كان وما سيكون قبل أن يكون الذي يعرف ويعلم كل شيء عنك ويعلم ما ستكسبه غدا ويعلم أين ستموت وكيف سيموت وماذا سيحدث تتبع منهج هذا الرب العظيم سبحانه جل شينه أم الحكمة تقول لك أن تتبع مناهج من لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا من دون الله تدبروا في هذا الترابط والتناسب العظيم العجيب سبحانه ولذلك في بدايات سورة السجدة قال ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم عالم الغيب والشهادة وفصل جوانب من جوانب مفاتح الغيب في نهاية سورة لقمان ترابط تناسب هذه السورة العظيم على أنها جاءت فيما يزيد قليلا عن الثلاثين آية ولكن أسست للحكمة في قلب الإنسان المؤمن وعقلي بيّنت له كيف يسير بحكمة في الحياة كيف يتعرض للحكمة ويكون من أهلها ويسعى في كسبها ويدعو الله أن ينالها لأن فيها خير كثير بيّنت للإنسان الحكمة أين يمكن أن تقوده في تفكيره في سلوكياته في الحديث الذي يسمع له فالحكمة تقودك إلى أن لا تشتغل بلهو الحديث أما يقربك إلى سبيل الله وفي سبيل الله أحوج ما يحتاجه عالمنا اليوم الحكمة يحتاجها الصغير والكبير والرجل والمرأة والجاهل والعالم والمريض والصحيح والغني والفقير كلنا بحاجة إلى الحكمة أحوج ما نحتاج إلي الحكمة ولذلك الناس يسمون الأطباء حكماء والحكيم لماذا؟ لأنه يعالجك لأنه يعرف كيف يخلصك مما أنت فيه من المرض هذا مرض البدن فسمي حكيما فما بالك بأمراض العقول وما بالك بأمراض القلوب من يخلص الإنسان منها إلا هذا الكتاب العظيم هذا الكتاب العظيم تلك آيات الكتاب الحكيم لماذا أشار إليها قال تلك تفخيما وتعظيما لأمرها تلك آيات الكتاب الحكيم لماذا أشار إليها وصفها بالحكمة لأن سورة اللقمان المحور الذي جاء فيها محور الحكمة وحمل رسالة القرآن بالحكمة إلى العالم في نفسك إلى العالم من نفسك إلى العالم وأنت إن لم تكن حكيما وتتحلى بالحكمة في واقعك وسلوكك وخطابك وتعليمك وتعاملك مع مواقف الحياة المختلفة فقل لي بالله كيف ستحمل القرآن بحكمة إلى العالم أنت إن كنت تفتقد إلى الحكمة في أبسط أبجديات سلوكياتك كيف سترشد العالم إلى الحكمة العالم أحوج ما يكون اليوم إلى الحكمة وما نشهده في عالمنا من حروب طاحنة ومنازعات وسفك للدماء وتهجير وفقر ومشاكل بيئية وتلوث كل هذه الإشكاليات الخطيرة وعشرات بالمئات من غير هذه المشاكل تفوقها في العدد لا تكات تنحصر في عدد كلها جاءت من جراء أي شيء الغفل عن الحكمة غياب الحكمة في واقعنا وعالمنا من يأتينا بالله عليك بالحكمة جامعات لدينا جامعات عالمية لدينا جامعات كبرى جامعات في العالم كله في كل العالم عالمنا الإسلام والعالم الغرب كل العالم فيه جامعات عريقة عريقة أصيلة فيما تقدمه من علوم مختلفة لماذا لا تعلم أولادنا وتعلمنا الحكمة؟ لماذا لم تعلمنا الحكمة؟ لأنك إن أردت حقا أن تتعلم الحكمة لا يمكن أبدا أن تتعلمها بعيدا عن القرآن نحن اليوم على عاتقنا على عاتق المسلمين اليوم الذين يؤمنون برسالة القرآن أن يحملوا الحكمة للعالم أن يعلموا الحكمة لأنفسهم وللعالم أن يدركوا تماما أن الحكمة النافعة هي تلك التي تسوقك إلى تطبيق أمر الله في واقعك وسترى كل الخير إذا كان من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فمن يؤتى العمل بالحكمة كيف سيؤتى وماذا سيؤتى؟ كل الخير فحين ترى هذا العالم قد خلى من الحكمة لا بد لأجراس الأنذار أن تقرأ وتقرأ بقوة وبشدة ألا الناس يسمعون يسمعون أن ما هم فيه قد خلى من كثير من الحكمة كثير من الناس اليوم كلما رأى موقعا أو إشارة إلى حكمة أو حكم تراه يجري وراءها جميل حكمة كما قلنا ظالة المؤمن ولكن عليك أن تفهم وتستوعب أن أعظم كتاب يعلمك الحكمة هذا الكتاب فلا تترك ولا تهجر ولا تعش معه كما وصف القرآن العظيم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ إشكالية خطيرة يتعامل الإنسان مع آيات هذا الكتاب وكأن في أذنيه وقرأ وكأن في قلبه سد وكأن في عقله صندوقا مغلقا لا يفتح لآيات الكتاب العظيم يسمع وكأنه ما سمع تدبر معي كيف القرآن العظيم يعزز بناء الحكمة في القلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته